احنا كمان رح نتكلم من منطلق كتابي لكن خلينا أوجيه لك سؤال تاني أسيس اليوم ما بديش أقول خارج الإطار المسيحي اليوم في المسيحيين بالكنيسة المسيحية بغض نظر على اختلاف الطواف اليوم في كتير ناس حتى في كليات اللهوت على فكرة عم تنكر فكرة الشر والشيطان وإبليس الأسماء طبعاً لمنستخدمها كأنه وهم كأنه يعني الإنسان خلقوا لنفسه هذا الشيء شو ردك على هذا الموضوع؟ يعني أنا مبسوط من فكرة سي إس ليوس اللي قال إن فيه اتجاهين الاتجاهين دول اللي سيدين اتجاه بينكر تماماً وجود الشيطان ويقول إن دي إجزوبة ما فيش حاجة أسماء الشيطان والاتجاه التاني اللي بيرعب الناس من الشيطان سي إس ليوس بيقول الاتجاهين دول بيسعدوا إبليس بالتساوي سواء ينكر تماماً وجود الشيطان أو يرعب الناس من الشيطان فأنا بقول لا إبليس موجود حقيقة حقيقة في حاجة أسماء حرب روحية فعلاً إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمساً من يبتلعه هو بوليس يكتب إلى التسالونيكيين يقول لهم مرة ومرتين كان مخطط إنه ييجي يقول أعاقنا الشيطان أعاقوا إزاي أنا معرفش لكن بيقول لي إن في حرب وقدر يعيقوا عن إنه يروح تسالونيكي مرتين وأكتر وهكذا كتير جداً لكن كمان ما نرعبش الناس لازم يبقى في ذهننا إن الشيطان موجود لكنه عدو محدود ومهزوم يعني أنا بحب الكلمتين دول لأن في مرات بند إبليس نفس صفات الله كأنه موجود في كل مكان نفس صفات الله ده جنون يعني أنا بفتكر لما فارس زمان كانوا بيؤمنوا بوجود إلهين يمكن نتطرك لده في أي حاجة تاني أهورة وأهرمان إله الخير وإله الشر والواحد بيعبد لاتنين عشان ده يتقي شره وده يدي له خير دي أنا الزردشتية آه فأنا بشوف النهار ده الناس وبعض الوعظ بيتكلموا عن إبليس وكأنه موجود في كل مكان كأنه مساوي لله كأنه مساوي لله ما إلا ده بتاع الخير ده بتاع الشر لا هو محدود ومخلوق مخلوق وكائن روحي طبعاً بالضبط فلأنه محدود ومخلوق وفي نفس الوقت مهزون يعني لما الرب يسوع يقول رأيت الشيطان ساقطاً ساقطاً لما يقول إذ جردى الرياسات والسلاطين لما إدانا إحنا سلطان إن نخرجه وإن ندوسه مش كده ولا إيه؟ طبعاً يبقى إذن إحنا عقوى لما يقول قاومه إبليس إيه اللي يحصل؟ يهرب مين اللي يهرب؟ مش إحنا هو اللي يهرب فيهرب الضعيف فأنا بقول لناسي وكل اللي بيشوفنا الوقت إحنا أقوى بإسم يسوع إحنا أقوى يعني إلهنا معانا ماسك بأيدينا في حروب أو في حروب إبليس موجود أو موجود حقيقة بيهاجمنا عنده مكايد هنتكلم عليها ترجمة نانسي قنقر